بصعوبة كبيرة تمكننا من الوصول إلى مخيم بريغا في ريف القنيطرة هذا المخيم عانى ساكنوه خلال الثلاث أيام الماضية من حصار كبير بسبب إغلاق الطرق نفذ خلال هذه الثلاث أيام كل المخزون لدى ساكني هذا المخيم من وسائل تدفئة ومن أغذية لم يتمكنوا من فتح الطريق إلا أمس ودخل لهم الشيء البسيط من وسائل التدفئة ومن الخبز يسكن هذا المخيم نازحون فرهم من مناطق الاشتباكات في ريف دمشق وريف القنيطرة وريف درعة يقع هذا المخيم على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل هذه النقطة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تطل على هذا المخيم ويفصل بينها وبين المخيم الشريط الشائك يتخوف ساكنو هذا المخيم من الأيام القادمة إذا ما استمر تساقط الثلوج أو إذا ما ذابت هذه الثلوج وأحدثت سيول عمر الحوراني الجزيرة من مخيم بريغا في ريف القنيطرة بصعوبة كبيرة تمكننا من الوصول إلى مخيم بريغا في ريف القنيطرة هذا المخيم عانى ساكنوه خلال الثلاث أيام الماضية من حصار كبير بسبب إغلاق الطرق نفذ خلال هذه الثلاث أيام كل المخزون لدى ساكني هذا المخيم من وسائل تدفئة ومن أغذية لم يتمكنوا من فتح الطريق إلا مساء أمس ودخل لهم الشيء البسيط من وسائل التدفئة ومن الخبز يسكن هذا المخيم نازحون يفروا من مناطق الاشتباكات في ريف دمشق وريف القنيطرة وريف درعة يقع هذا المخيم على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل هذه النقطة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تطل على هذا المخيم ويفصل بينها وبين المخيم الشريط الشائك يتخوف ساكنوه هذا المخيم من الأيام القادمة إذا ما استمر تساقط الثلوج أو إذا ما ذابت هذه الثلوج وأحدثت سيول عمر الحوراني الجزيرة من مخيم بريقة في ريف القنيطرة